سيد العميد جال يشوفوا في ناس منها يتمتعوا بشاطئهم يقول لهم هذه أرضنا هذه متعنا وصدقوني سمحوني في الكلمة احنا في تونس راني عملت كيف يقولوا يقصلك عرق بعد عرق نشوف في الترجمة على الواحد الترجمة العربية والانجليزية وشقاعدين يقولوا صدقني والله الوقع أقوى من أسلحة العالم لماذا صورة هذه تقولهم أسمع تضربوش بالنووي لن تهزيمهم وانهزمتم أنتم وهذا يكلام كان يقولوا فيها جنة جنونهم قال لا يا أخوة معاش يساعد لازم نشوقتهم وكل تصوروا أنت يا صحفي يجي يتكلم على إبادة شعب وناس كل تعرف ويعرف اللي يسجلوا فيها ويعرفوا روما حكمت لكن الصور أنا كالبلسم عرفت اللي ضربتهم تحت الصميم وضربتهم ضربة معاش بش يقوبوا منها لأنه الشعب هدايا اللي يعمل كما هكيا معالها شنو مناش مصنوع إذن بورك الشعب الفلسطيني وسيتعلم منكم الجميع ولم يتعلمش تحمسوا ليتهم الشعوب اللي ما تتعلمش من هدايا تتحمسوا ليتهم مش بذاق شوية هاو نقصط له بعض المواد ورشنوها وتقلق شوفوا يا عباد كيفيش هذك جيعان وعاد شين وعندو شما ومعندو حد شاي وشوفوا كيفيش هذك أنا مش عملوها بش يستجموا عملوها للمسيرات الإسرائيلية قولوا باي باي نحنو هنا يعملوا مكرة نحنو هنا وذي يظن تكون مسك الختام مسك الختام مستهيد أحمد غربي هو احنا كل يوم نتعلموا من من شعب غزة شعب غزة درس كبير لأنه استنسنا بالليكس والرفاه والعيشة نشوفوا فيها معتها الأمة التي تشيعوا ثلاثة أبنائها وهي تزغرت الأمة هذه رايقوها لا أنا واحد من ناس لأقدروا عليها لأدى عيشها جاعة أني مش نجم معناتها أن نصبر على اللي نراه فيه لكنهم هما شعب جبلة على أنه قاوم شعب معناها شعب مقاوم شعب جبار فخر لي أنك عرب بانك يقول مع أنت شعب الفلسطيني هو أنا أنت عربي لأني مع أنت فلسطين موجودة مع أنت كدولة عربية ففخر لي لأنه بالحق اليوم هذا الشعب خلانا نقوله مع أنت ألف تحية ليه وقدما نتكلم وقدما نقوله مجيش فيه شوية من اللي يعملوا فيهم شكراً أستاذ أحمد الغربي شكراً لكل من تابعنا اليوم من تونس غزة فلسطين الجزائر المغرب اليمن بلجيكيا ألمانيا إسطنبول السويد الأردن روسيا فرنسا البرتغال مصر البيت المتحدة الأمريكية اليمن ليبيا السويد السعودية هولندا سلطنة عمان أستراليا شكراً لكل من تابعنا نحية كبيرة لكم العزة لغزة والمجد